أهلا بحضراتكم من جديد وأبرز الأخبار والمعلومات من مراني الأهلي اللي تم النهاردة صباحا في ملعب التتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقولين العرب لكن قبل ما أدخل في تفاصيل التدريب يمكن النهاردة ركابتن سير عبد الحافيز عادة من رحلة الإمارات اللي كانت خلال الأسبوع الماضي وكان الهدف منها تنصيق بعض الأمور الإدارية لسفر الأهلي إن شاء الله خلال شهر فبراير عشان كاس العلم للأندية التحضير لاختيار أفضل ملعب التدريب أفضل الفنادق اللي موجودة بالتأكيد في إمارة أبوظبي والاتفاق أو الترتيبات الخاصة مع الاتحاد الدولي لقارة القدم فيفا لأنه كانت فيه لجنة منظمة موجودة في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة لكن على هامش كل هذه التفاصيل خلال الفترة القادمة إن شاء الله هيكون فيه معسكر للنادي الأهلي في الإمارات هيتبقى مدته عشر تيام خلال الفترة اللي هيكون منتخبنا الوطني بيشارك فيها في الدوحة خلال منافسات كأس فيفا للعرب اللي هتنطلق إن شاء الله في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر من الشهر القادم خلال هذه الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر المعادل المبدئي ممكن الأهلي هيعمل معسكر خلال هذه الفترة في الإمارات وقد يتخللوا ثلاث مباريات ودية أيام مثلاً 9-12-16 في أسامي بعض الفرق بتتردد أنه ممكن تلعب مع الأهلي مباريات ودية الاتحاد السعودي، التعاون السعودي، الكويت الكويتي، الناصر الإماراتي، الدحيل القطري هتبقى فرق عربية مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة استعداداً للمرحلة اللي جاية لكن طبعاً خلال هذه الفترة الأهلي قد يغيب عنه حوالي من 10 إلى 12 لعب لأن كأس في فل العرب، على الأقل أنت منتخب تونس هيكون معاه عالم علول المنتخب المغربي هيضم بدري بنون وطبعاً في ظل عدم موجود أي لعب من بيرامدز والمصر اللي عندهم مباريات في كأس كونفيدرالية فهيكون أكتر الفرق اللي هيكون لها عدد لعيبة فيه منتخبنا هو النادي الأهلي وقد ينضم من حوالي من 18 لعبين من الأهلي خلال هذه الفترة فبالتالي المعسكر ده مع عدد اللعيبة اللي هتنضم لمعسكر منتخبنا في الدوحة وقتها بيت سبو سمينة هيختار بقى أشوف شكل المجموع اللي هتكون معاه ومن اللعيبة ممكن اللي يضمها من قطاع الناشئين لاستكمال القيمة واخود عدد من المباريات الودية خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر واللي الدوري بالتأكيد هيكون متوقف وقتها بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب قدامكه طبعا بعض اللي قطعتها على الشاشة من تدريب فريق النادي الأهلي الصباحي وده استينافل التدريبات بعد الراحة السلبية اللي خدها الفريق بالأمس وقدامنا الكابتن سيدة هوفي المران الصباحي عاقب عودته من الإمارات تماني النهاردة كان فيه جلسة في الجيم يمكن عدد من اللعيبة عملوا جلسة في الجيم بالتأكيد قبل النزول للتدريبات الجماعية والمران النهاردة يمكن استغرق مدته حوالي 30 دقيقة في الجيم لكن بعد كده الجهاز الفني عمل تأسيمة في أرضية الملعب شايفين فيها طبعا حسين الشحات وجونيور أجايي كمان موجود في تدريبات منتظم في تدريبات بشكل مستمر وعدد من اللاعبين حسام حسن وعمار حمدي واحمد عبدالقادر ومحمودة قهربة وطاهر محمد طاهر طيب كمان النهاردة موسيماني كان عامل محاضرة للعبي الفريق في ملعب التيتش ويكلم موسيماني على بعض النقاط الفنية الخاصة بالارتباطات المقبلة لضمان الاستمراء على نفس المستوى وتحقيق الانتصارات في الدور العام الأهل العام تسع نقاط فزع الزمانك في آخر مباراة دوافع جديدة بيدخل فيها الفترة القادمة قدامنا هو الحمد لله بنطمئن على حالة محمود متولي كمان وأعتقد هو كده خلاص في الجزء الأخير من البرنامج التأهيل وده جزء فتنس بقى بيحاول يرتقي باللياقة البدنية وهو كمان قدامنا محمد محمود نفس الأمر لبرنامج بدني خلال الفترة الحالية وعشان كده مش هتشوف محمد محمود في مباراة ودية دلوقتي لغاية لما يخلص البرنامج البدني عشان يجهز في المرحلة اللي جاية ومحمد عنده تحدي إنه هو يكمل في الأهل المسلم ده ويفرض نفسه على التشكيلة الأساسية